اشتركوا في القناة تحب أن تسمع التذكير الوعظ الحديث السنة الكتاب الكلام الجميل الملائكة هذا مجلس ملائكي بيت من بيوت الله لكن للأسف يجد أنه خالي الوفاد وأن صحيفة السيئات ملآنة من عند آخرها وقد كان يمكنه أن يملأ أي صحيفة الحسنات بذكر الله بأعظم الأجور يذق الموازينه وأشياء سهلة باللسان لا فعل لماذا؟ غافل مسكين سفيها نفسه لذلك ذكر الله على الدوام ذكر الله يسخل القلب تقول قلبي فيه قسوة نعم قلبي صدق لحقه الصدق تآكل تخرب مرآته لا تعكس شيئا لا ترى شيئا عمياء سودا تريد أن تسخله اسمع ما قال مولاك رسول الله صلى الله عليه وآله 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 وسلم أبدا أبدا دائما دائما فيما روه البيهقي في الشعب قال عليه الصلاة وأفضل السلام إن لكل شيء صقالة شيء يسخله ينظفه ويجعله يتلألأ ويلتمع وإن صقالة القلب الاستغفار وذكر الله أكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله والاستغفار داخل في الذكر أصلا فالذكر أنواع ثلاثة فاحفظوها إخواني وخواتي الذكر أنواع ثلاثة ذكر ثناء وذكر دعاء وذكر رعاية ذكر ثناء مثل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قال أبو حامد الغزالي قدس الله وسرقه وجمعنا به في دار التهاني اللهم أمين حبيب قلوب الصالحين هذا الرجل الصالح اقرأوا إحياءه وقرأوا كتبه المباركة على الزمان مباركة رضوان الله تعالى عليه قال أبو حامد رؤية إحداهن في النوم بعد وفاتها فقيل ما فعل الله بك قالت غفر لي بأربع كلمات ذكر ثناء بقولي كانت هذه دائما تلهج ديدنها وهجراها هذه الكلمات العربع لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي تقبه الله بأحسن قبول وغفر لها ورحمة الله على شيخنا الولي الصالح عبد الحميد كيشك كان يلهج كثيراً بهذه الكلمات الأربع فلعله وقف على هذه القصة حتماً وقف عليها كان دائماً يقولها كذا رضوان الله تعالى يا رجل الصالح العارف لا إله إلا الله أخلو بها وحدي آنس بربي لا إله إلا الله أفني بها عمري ما أبركه من إفناء لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي داود بن أبي هند إخواني وخواتي حدثتكم عنه في الخطبة السابقة وقد صام أربعين سنة لا يعلم به أهله أليس كذلك كذا داود بن أبي هند أحد تلميذ سعيد بن مسيب يقول أصابني الطاعون وأنا صغير مرض الطاعون يقتل معظم من يصيبهم ويكرذهم قال فأغمي علي فرأيت من روحات وهو في الإغماء فرأيت وكأن آتيين أتياني فغمز أحدهما علوة لساني أعلى لساني أعلى شيء في اللسان في سقف الحلق علوة لساني وغمز الآخر أخمص قدمي يقول أخمص وأخمص أخمص قدمي أسفله هذه الفجوة التي لا تلامس الأرض اسمها الأخمص أخمص قدمي وقال ما تجد قال كنت صغيرا لم أخذ القرآن بعده يتحفظ بعض الصور القصار لكن لم يحفظ القرآن قال أجد تسبيحا وتكبيرا وتهليلا وشيئا من قرآن وشيئا من خط إلى المسجد قال طفل مبارك يذكر الله هذا تعلم يذكر التسبيح والتهليل والتكبير وذهب على المساجد مرات ومرات يقرأ بعض الصور قال فاستفقت ولم أكن قد أخذت القرآن بعد فعافاني الله فأخذته أدرك وحوة صغير بلطف الله به أن للذكر والقرآن بركة خاصة يا إخواني أبعان بركة خاصة فعصم العبد قال أنس بن مالك صاحب رسول الله رضي الله تعالى عنه وصل الله على رسول الله وآله واصحابه أجمعين وعلينا وعليكم والمسلمين المسلمات معهم أجمعين بفضله ومنه قال ذكر الله علامة الإيمان وبراءة من النار وحص من الشيطان حصين الله أكبر ثلاثة ذكر الله علامة الإيمان وبراءة من النار وحص من الشيطان حصين حص حصين بإذن الله تعالى ذكر الله أيها الإخوة سلاح العارفين به يضربون وبه يصولون وبه يجولون بذكر الله لا إله إلاه والله حين كنت الآن في بلاد الشيشان بارك الله وحفظها على أهلها وحفظ بها الإسلام والمسلمين شيء عجيب حدثوني عن بلاد الأنقوش أنقوشيا وهذه البلاد غزاها الشيخ المجاهد العالم الفاضل الشيخ شامل يسمونه إمام شامل قدس الله وسره شامل النقشبندي الرجل العارف الصوفي العالم المجاهد شامل النقشبندي غزاها غير غزوة ليفتحها فأعياه أمرها وتأبى أهلها على الإسلام وجاء أحد الأولياء الصالحين والقصة متواتر عندهم وعند الأنقوش يحقونها دائما معروف كيف دخل الأنقوش عفوا كيف دخل الأنقوش في الإسلام اسمعوا القصة العجب بالجهاد لم يفلح الشيخ شامل ولا من معه والشيخ شامل هو الذي كسر شوكة الروس بجهاده العظيم المبارك معروف شامل النقشبندي رضوان الله عليه جاء الحاج كنت قدس الله سره وكان على الطريقة القادرية ومعه مسباح المسباح نسميها عرب صموها المسباح ومعه مسباح فقال سأذهب إلى بلاد الأنقوش لماذا يا شيخ لكي يذبحوك قال لا لأدخلهم في دين الله قالوا بماذا قال بذكر الله أدخلهم بقوة الله بذكر الله بهذه قالوا يا شيخ اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك ومن معك الشيخ شامل عجز عنهم قال أنا ذاهب إليهم وأخذ معه فقط اصطحب رجلا واحدا من أصحابه إخوانه ومرديه في الله فلما أشرف عليهم وإذا بالأنقوش بالعلوف يستقبلونه أيها الإخوة فاتحا للقلوب أهلا بمن يدلنا عن الله دون نقاش دون إجدال ودخلوا في دين الله وإلى اليوم بقوة أي هذه فتوح الله هذه فتوح ذكر الله هذه التزكية أيها الإخوة تزكية الأولياء والصلحاء المستهترون بذكر الله في حياتهم كلها لهم قوة وسر باتع وعجيب عجيب يا إخواني عجيب تواطر في الأدبيات الإسلامية عندنا أيها الإخوة تواطر عن غير ما واحد من أسلافنا الصالحين كنا إذا استشعرنا قسوة في قلوبنا أتينا فلانا من صالح مشائخنا فما هو إلا أن نراه حتى تستحيل القسوة إلى لين ورقة وإيمان وخشوة وفي حديث الطبراني وحديث أبن وعيم أيها الإخوة ولي الله من هو من هم أولياء الله أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله أنت مجرد أن تراهم قلبك آليم ويلهج بذكر الله لأنهم مربوطون بالله يذكرونك بالله تماما كما أن هناك من الناس من إذا رأيته ذكرت الدنيا والشهوات والأموال والمناصب والكذب والنفاق والقسوة واختلط عليك أمرك وأصبح أمرا مريجا والعياذ بالله لذلك يقول شيخ الإسلام الإمام الجليل النظارة والمتأله والعابد الرباني أبو بكر محمد بن طيب الباقلاني شيخ أهل السنة في وقته رضوان الله تعالى عليه تنزعته المذاهب الثلاثة زعم الشافعي أنه شافعي وزعم من الحنابل من زعم أنه حنبلي وزعم الملكي أنه ملكي والأرجح أنه ملكي لجلالته أنبل أهل عصره في الدفاع على الإسلام وعقائد الإسلام أبو بكر ابن الطيب الباقلاني المتوفى سنة ثلاثة وأربعمائة للهجرة يقول كنت أنا وأبو إسحاق الإسفرايني شيخ الإسلام أيضا العالم المتكلم الكبير متوفى سنة إحدى عشرة أو ستة عشرة وأربعمائة والإمام أبو بكر الحسن ابن فورك المتوفى سنة ستة وأربعة هؤلاء أكبر المتكلمين في عصرهم وثلاثتهم على مذهب أهل السنة والجماعة كانوا أشاعره قال كنا نأتي كل جمعة شيخنا الإمام أبو الحسن الباهلي رضوان الله تعالى عليه هو شيخ الثلاثة شيخ الباقلاني والإسفرايني وابن فورك المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة وابو الحسن الباهلي تلميذ المباشر لشيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن علي الأشعري المتوفى سنة ثلاثة وعشين وثلاثمائة أي الهجرة شيء هذا تلميذ المباشر وهم تلميذ تلميذ أبو الحسن الأشعري هكذا قال نأتي يوم الجمعة وكان يدرس لنا يوم الجمعة مرة قال فإذا أتينا أرخى سترا دوننا ما في لا يرون وجهه ويجعل يدرسنا ويلهج لهجا عجيبا لم نرى مثله بذكر الله تبارك وتعالى بعين علم العقيدة علم العقيدة مقدمات العقيدة جليل الكلام ودقيق الكلام الممكن والجائز والمستحيل ولغيره ونفسه إلى آخر كلام معقد أشبه بالفلسفة هذا دقيق الكلام طبيعيات الكلام ويلهج بذكر الله لهجا عجيبا قال فلا يعرف مقدار درسنا حتى نذكره نقول له شيخ انتهينا اليوم نحن بدأنا كذا ننتهي عن كذا لا يعرف لا يعرف ماذا يقول مستهتر يتكلم جملة ثم يعود إلى ذكر الله ومحجوب عنهم بالستار قالوا وسألناه مرة يا شيخنا يا أبا الحسن يا إمام الأمة يا إمام المسلمين لما هذا الستر بيننا وبينك قالوا وكان يحتجب من جاريته حتى الجارية يرخي سترا على نفسه دونها لماذا هذا الستر فقال رضوان الله عليه لأنكم تمشون بالأسواق وترون السوق من الناس وهم أهل غفلة فلا تنظروا إلي بالعين التي ترون بها أهل الغفلة ينثر على قلبي قال على حالة مع الله الله أكبر ما هذا ما هذا وكيف ترى ليلة بعين ترى بها غيرها وما طهرتها بالمدامع وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث غيرها م Lead وكيف ترى ليلى بليلى وكيف ترى ليلى بعين ترى بها غيرها وما طهرتها بالمدامع إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلة فهو دمع مطيع وتلتذ منها بالحديث وقد جرى حديث غيرها في خروق المسامع لا يستويقان لا يتأدى إمة الاعتقاد فلسفة المسلمين لكن ننظر إلى اللهج بذكر الله تبارك وتعالى إلى اللهج بذكر الله واني وأخواتي واني وأحبابي في الله ليس المهم أن نعلم شيئا عن الله كلنا يعلم الكثير والقيل عن الله أن الله موجود وأنه حي عالم حكيم قدير رحيم حليم غفور إلى آخره ليس هذا المهم لا والله ليس هذا هو المهم إنما المهم أن نجد الله أن نشعر بالله هل نشعر به؟ هل نجد لا إله إلاه؟ هل نحن في حالة كأننا نراه لا إله إلاه؟ كأننا نراه أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فلا أقل من أنه توقن وتسلك وتتزرف على أنه يراك يراك مقام المشاهدة وهذا مقام المراقبة تعلم أنك مرقوب أنك بعين منه لا إله إلا هو بمرقب منه لا إله إلا هو هذا هو ابن عمر يقول لا أحد الزبيريين جاءه يخطب إليه ابنته وهو يطوب بالكعبة أفي مثل هذه الساعة؟ ونحن نتراء ربنا قال قطعت عليها عبادة وطوافي جاء تخطب ابنتي ونحن نتراء ربنا ابن عمر انظروا إلى عبادة الصحابة ليست عبادة شخشقات وكلام ومظاهر وطقوس عبادة الربانيين العارفين المكشوف عنهم المرفوع عنهم والحجال أيها الإخوة ونحن نتراء ربنا أن تجد الله هذا هو المهم وكما في الصحيحين أيها الإخوة يقول المولى تبارك وتعالى وهو أثر إلهي قدسي رباني جليل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني الله أخبر هل تشعر أنه معك؟ أجلس وذكرك هل تشعر أنه فعلا معك؟ إلا أنت في البداية كمل ولا يقطع عنك هذا انتبه يأتي شيطانا أقول لك لا أنت محجوب أنت جاف غليظ قاس لست هناك أترك هذا لغيرك وخض في الدنيا وشأنها لا قيل ولي الله أبي عثمان الحيري قيل له يا أبي عثمان نذكر الله تبارك وتعالى بألسنتنا ولا نجد حلاوة في قلوبنا قال هنيئا لكم أما يكفيكم أن الله زين جارحة من جوارحكم بذكره كويس أحسن بالله شيء خلي اللسان يذكر بعدين يأتي إن شاء الله يوم القلب بإذن الله تعالى لأن تبدأ باللسان والقلب لا هنساهم يأتيه يوم إن شاء الله يستيخذ من غفلته من نومات عليه كذلك لكن إلا ما يتحرك اللسان لم يتحرك القلب بالحري بالحري لم يتحرك أكيد شوف الفقه لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية قدس الله سره لا يصرفنك عن ذكره عدم حضور قلبك معه عند ذكره فإن فإن غيبتك أو قال غفلتك عن ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره من أعظم إنسان يذكر ولا يدو الله أو إنسان لا يذكر من أعظم جرما لا إنسان لا يذكر ورحمة الله هذا مش هام من الأصل لا أذكر أذكر حتى وإن لم تجد لكن إن شاء الله ستجده قال يا ابن آدم اطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وأنا خير لك من كل شيء اطلبني تجدني قال ولذلك في هذا الحديث أيها الإخوة باب القرب يا الله ما هو واحد يقول أو واحدة أريد أن أتقرب إليه وأزدلف إليه كيف أصل بالذكر قال وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي ماذا؟ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الله أكبر إذن ما المقدمة؟ الذكر تبه تريد التقرب والدنو والازلاف الذكر الذكر أعظم باب أن تداخله بالله فاجعل له الأنفاسح الرأسا الذكر أعظم باب أن تداخله بالله فاجعل له الأنفاسح الرأسا إذن المسألة أيها الإخوة أن يسعدنا الله وأن يتفضل عينا بمحضي فضله وجوده وكرمه أن نجده لا إله إله قال إني والإنسى والجنى إني والإنسى والجنى في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي أهل ذكري أهل مجالستي أنا جريس من ذكرني حديث صحيح تبيل عند الله يجالسك مش العالم فلاني أو الصالح فلاني الله نفسه يجالسك اذكره لا إله إله قال أهل ذكري أهل مجالستي أهل شكري أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب الله أكبر لكن لماذا المصائب أبعد الله عن المصيبات والجائحات والبليات العظيمات والصغيرات منهم سواء أيها إخوة في جميع الأوقات والحالات لماذا بالحكس الذكر يحول إن شاء الله بينك وبين كل مصيبة قال الإمام محمد الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهم السلام ابن رسول الله الابن الخامس للرسول الله الباقر الذي بقر العلم قال الإمام أبو جعفر محمد الباقر عليه السلام الله الصواعق تصيب المؤمن وتصيب غير المؤمن ولا تصيب ذاكر الله أبدا عنده آية من القرآن بس الآن ضق الوقت لا تصيب ذاكر الله وقال الإمام محمد بن الحنفية عليه السلام الابن الثالث المشهور الإمام علي عليه السلام قال محمد بن الحنفية الإمام الجليل والعابد والفارس المقدام قال إن الملائكة لتغض أبصارها عن ذاكر الله لا تستطيع أن تحدق في الذاكر الملائكة كما تغضون أبصاركم عن البرق لعظم نوره ذاكر الله يتخوض في الأنوار الإلهية نور شعشعاني قوي لا تستطيع الملائكة أن تحدق فيه الله أكبر قال تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله أكبر فيها وجوه فيها وجوه ولذكر الله أكبر قيل لأن الصلاة إنما وضعت أصالة وفرضت ليذكر بها الله كما في الحديث المشهور الصلاة موضوعة لأجل ماذا؟ لأجل أن نذكر بها الله لا إله إلاه كلها ذكر كلها ذكر ولكن من غاياتها ومقاصدها النبي للجليل لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يقول ومع ذلكم أعظم مقاصدها وأكبر مقاصدها ماذا؟ أن الله يذكر فيها قال ذكر الله أكبر هذا وجه ووجه ثان قيل ولذكر الله أكبر لأن من ذكر الله ذكره الله فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم صحيح؟ إن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي الحديث في الصحيحين الآن أيهما أعظم ذكر العبد للرب أم ذكر الرب للعبد؟ لا ذكر الله أكبر أي ذكر الرب لعبده إذا ذكره عبده على سبيل ماذا؟ المكافأة والثواب والجزاء أعظم وجه جميل جدا ووجه ثالث قيلوا ولذكر الله أكبر ولأيف العنكبوت ولذكر الله أكبر قالوا أكبر من كل بلية وأكبر من كل خطية بإذن الله تعالى من ابطوله ببلية فليذكر الله فصغر بليته بإذن الله تعالى يلهمه الله الصبر والسلوان وأيضا من خاف على نفسه من خطيئة من خطيئة وعيّنة من شهوة كذا فليذكر الله كثيرا إذا تم الذكر ما حق كل شهوة وما حق كل خطيئة بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر